اشتركوا في القناة وثمن العسومي في هذا الإطار مبادرة جلالته بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان كمبادرة رائدة ومتميزة داعياً جميع الدول العربية إلى سرعة الانضمام إلى هذه المحكمة لتبدأ عملها في أقرب وقت ممكن وأكد رئيس البرلمان العربي أن المنظومة العربية لديها آليات لدعم حقوق الإنسان بالمنطقة منها المثاق العربي لحقوق الإنسان وإطلاق البرلمان العربي للمرصد العربي لحقوق الإنسان ولدينا الآليات التي تمكننا من ذلك ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإطلاق البرلمان العربي للمرصد العربي لحقوق الإنسان وكذلك المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي جاءت كمبادرة رائعة ومتميزة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ونتوجه بهذه المناسبة إلى جلالته بخالص الشكر وعظيم التقدير على اهتمامهم المستمر بالارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان وندعو جميع الدول العربية إلى سرعة الانضمام إلى هذه المحكمة لتبدأ عملها في أغرب وقت ممكن